ايه رأيك في التجربة دي هنحرك دلوقتي الشاليمو من على بعض وفي الاتجاه اللي احنا عايزينه ونوقفه في الوقت اللي احنا عايزينه اساس الموضوع ده ان انا لو جبت اي حاجة بلاستيكية زي الام خفيف او شوكة او الشاليموليا البلاستيكة اللي بنشفط بيها العصير المهم اي حاجة بلاستيكية وتكون خفيفة وحطتها على اي شيء من الحاجات دي عشان احركها لازم يتولد عليها شحنات فانا بعمل احتكاك مع الملابس بتاعتي ما لا يقل عن عشر ثواني او ادعاك او احكها في شعر راسي بعد كده بحك ايديا في بعضها لحد اما يتولد عليها شحنات وابدأ اعمل هذا التحريك خلاص كده تأكدنا ان جسم الانسان عليه شحنات كهربائية واحيانا بنقول ان عنده كهرباء زايدة في المخت للتخلص من كهرباء الزائدة لازم تلمس الارض عشان كده لما بنيجي نسجد في الصلاة بنشعب بارتياح في جسمنا لان الجسم تخلص من الشحنات الزائدة وفي الطب بيستخدموا السجود للعلاج